بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم أعزائي الطلبة في مدة اللغة العربية للصف الثالث العدادي درسنا اليوم كتابة نص حجاجي قائم على الحوار بين طرفين أو أكثر أدعوك عزيزي الطالب إلى قراءة النص الآتي اشتركوا في القناة أتعرف من المتحاوران في النص المتحاوران هما صديقان أحدهما المتحدث وهو الراوي والآخر صديقه بسام ما موضوع الحوار بينهما؟ موضوع الحوار هو المفاضلة بين المنشورات الورقية والنشر الإلكتروني هل كانا متفقين بشأن هذا الموضوع؟ لا كان لكل منهما وجهة نظر مختلفة عن الآخر ما وجهة نظر كل واحد من طرفي الحوار؟ الطرف الأول وهو المتحدث أو الراوي والطرف الثاني هو بسام يفضل المنشورات الإلكترونية أستخرج من النص الحججة والأدلة التي دعم بها كل طرف أطروحته حجج الطرف الأول المنشورات الورقية تتضمن معلومات أكثر دقة قول الجاحظ الكتاب نعم الذخ والعقدة ونعم الجليس والعدة تتضمن المواقع الإلكترونية معلومات خاطئة وإشاعات وأكاذيب أما حجج الطرف الثاني ما يشهده العالم من تطور متعاظم في وسائل إيصال المعلومات سرعة الوصول إلى المعلومة عبر الإنترنت وأيضا كثرة إقبال الناس على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي هل اقتنع أحدهما بوجهة نظر الآخر؟ نعم يبدو أن بسامن اقتنع بأهمية الاطلاع على المنشورات الورقية إذ إنه في النهاية اقتنى كتابا ومجلة وقرأ منهما مع صديقة استنتج قد يتضمن النص الحجاجي حوارا بين طرفين أو أكثر يمكن أن تكون مقدمة النص الحجاجي ذات طابع سردي تمهد للحوار يأتي الحوار في مرحلة عرض الموضوع ولا يكون في المقدمة يتضمن الحوار حججا وأدلة يستدل بها كل طرف على صحة أطروحته تكون الخاتمة سردية في القالب وظيفتها الإخبار عن مآل الحجاج الذي تضمنه الحوار أعزائي الطلبة نشكر لكم حسن استماعكم ومشاهدتكم وناناكم في دروس أخرى